مرحبا بكم إخواني معكم محمد في فيديو جديد اليوم في شرح لأداة Adobe Illustrator للتصميم خاص بك لذلك في هذا الدرس سيكون درس قصير لكن فيه أهم المبادئ وأساسيات Illustrator حتى تستمكن من تكون عندك نظرة في استعمال هذه الأداة أول شي عندما تفتح Illustrator سيظهر إليك بهذا الشكل ستظهر إليك الصفحة التي فيها القوالب هنا في الأسفل موجودة يمكنك اختيار أي قالب تريد العمل عليه أو أنك تضغط على Create New ومن ثم تختار المقاسات التي تريد العمل عليها أثنان سأختار 4500 على 5400 بيكسل اختار البيكسل أو الانش وما تريد ثم الوريينتيشن هل ستكون عمودية موفقية والأرت بورد هنا أنا سأختار حوالي ثلاثة أرت بورد وهذه الميزة جيدة في Illustrator حيث أن نكترى جميع اللواحات في صفحة واحدة سأختار ثلاثة أرت بورد وأريكم لماذا نختار ثلاثة أرت بورد لأننا نريد تصميم تي شيرت وهودي وكذلك غلاف كتاب مثلا إي بوك نختار ثلاثة بنفس التصميم نقوم باختيار ثلاثة ثم البليد هنا إذا كنت تعمل على كتاب أو تريد نشر كتاب فيمكنك أنك تضع 0.5 البليد وهو ما يأتي على حواف الكتاب يعني عند قصه فيتركه فراغ دائرة حول المحتوى ثم الكولرز والهاي ثري هاي بي بي دائما نختار ثلاثة بي بي هاي لأنك إذا كنت تريد تباعات هذا التصميم ثم اختار على كريايت وستفتح إليك ثلاثة أرت بورد كما قلنا في اليمين هنا ستظهر إليك شاشة الأدوات الموجودة التي يمكن أنك تستعملها على اليسار يظهر إليك البروبرتيز الخصائص التي يمكن أن تعملها في كل شيء تضغط عليه سيظهر إليك الخصائص الخاصة به مثلا هنا يعطيك خصائص الأرت بورد الثلاثة لأننا محددنا هذا الأرت بورد إذا أردت تغيير المقاس مثلا سأغير مقاس الأرت بورد الثاني هنا أضغط على 2 سيأتيني بالأرت بورد الثاني كما ترى ثم أضغط على Edit Art Board وأول شيء أفعله هو أن يغير المقاس مثلا هنا بدل 5400 نختار 4500 ثم نضغط على Enter أوكي كما ترى تغير المقاس الخاص بهذا الأرت بورد أوكي وبالتالي نحصل على تي شيرت وهو دي هنا ثم سنغير على هذا الأرت بورد وهو الأرت بورد الثالث كما ترى نضغط على Exit هنا ثم نضغط على Edit الأرت بورد رقم ثلاثة أكتب ثلاثة هنا ثم نضغط على Edit وبالتالي سنغير هذا المقاس أيضا مثلا سنضع 2000 في العرض أو 1000 في العرض و سنضغط هنا في Tall حوالي 2000 أوكي ثم نضغط على Enter وبالتالي يعطينا الأرت بورد الثالث الذي فيه هو على شكل إي بوك يعني غلاف أوكي غلاف كتاب هنا موجود انتهينا من هذا الأرت بورد يمكن أننا نحركها كما نشاء إذا أردنا وضعها هنا بجنب بجنب أو في الآلة أو في الأسفل كما تريد باستعمال الأداة هذا الأداة الموف أوكي سنبدأ باستعمال الأدوات الأداة الأولى وهي Selection Tool والتي يمكن أنك تختار بها مثلا إذا وضعت أدواء أشياء كثيرة هنا وتريد Select All of Them يعني كلها بضغط واحدة هكذا تحصل عليها كل هذا ما يمكن تحريكها وغيرها الأدوات المهمة الأخرى هي Direct Select Tool هنا تعطيك مثلا إذا كانت هناك شكل أو رسم شخص معين مثلا وأردت تحديد عينه فقط مثلا أو شعره أو شيء معين فتضغط على Direct Selected وتضغط على العين فتعطيك العين فقط وليس كامل الشكل أوكي البان تول نفس الأداة موجودة على فوتوشوب هي التي بواسطة هذا اضغط على النقطة هنا ثم اضغط على نقطة ثانية ثالثة هكذا تحدد أشكال وتعمل أشكال عندما تعود تكون قد أتممت ذلك الشكل إذا إذا أردنا مسح النقاط فنضغط عليها هكذا فتذهب فنجعلها مثلا ريكتانجول نفس الشيء إذا أردنا وضع نقطة جديدة هكذا ونسحبها فيمكن أننا نغير الشكل كما ترى هكذا كما ترى فتعطينا أشكال أخرى جديدة يمكن أنك ترسم أي شيء باستعمال هذا الأدوات أو أنك تحدد عليها أشياء معينة البنتول هذه البنتول نضغط على كماند زي حتى نعود أو أنك تضغط كما قلنا سيلاكت افريثين وضغط على ديليت فتحذف كل شيء أداة للريكتانجول تول نفس الشيء موجودة في الفوتوشوب وهي التي تعطيك الأشكال هكذا ترسم أشكال معينة كما تريد إذا رسمت نجمة مثلا هنا أرسم النجمة هكذا ثم ابقى ساحب بالفأرة لا تترك الفأرة تذهب ثم اضغط على سهم الأعلى فستزيد من مثلثات النجمة كما ترى أو أنك تضغط على الأر في الأسفل فيذهب تلك المثلثات فتصبح بالشكل الذي تريد هذه تساعدك في رسم أشكال جميلة مثلا كالمانديلا أنها بسرعة بسرعة جدا يعني تسحب هكذا فقط ولا تترك الفأرة تبقى ساحب ثم تضغط على الأعلى والأسفل فيزيد في عدد المثلثات أو ينقص هذه الأداة أيضا من هنا في الستار تول هناك اللاين تول يمكن رسم الخطوط أيضا وغيرها الأشكال هذه تساعدك في رسم أشياء سريعة أيضا هنا البراش تول والتي يمكنك من خلالها رسم ما تريد إذا كنت ترسم بشكل جيد ثم يذهب على البراش تول إذا كنت تريد الحصول على براشز يعني كثيرة فيمكن أنك تغير عليها البراشز فتذهب هنا على اليمين وتغير من نوع البراش مثلا سنجعله هذا المتقطع وعندما نرسم سترى أنه تتقطع الخط يتقطع وفيه فراغات أو أنك تحمل البراش الخاصة بك من خلال Save Brushes تحمل البراشز الخاصة بك أنت إذا كان لديك براشز تريد استعمالها تذهب على Other Library وتأتي بالبراشز التي تريد استعمالها هناك يمكنك تحميل البراشز من مواقع مجانية أيضا والتي من خلالها يمكنك رسم أشياء يعني احترافية باستعمال براشز ممتازة جدا هذه أداة البراشز التكست نفس الشيء إذا ذهبنا هنا على الـ Selection ثم نضغط على Delete فيذهب كل شيء ثم نذهب على Text Tool ونكتب Type Tool نختار Type Tool وبالتالي نذهب هنا ونضغط على الرسم الذي نريد ونضغط على Command ونسحب حتى نكبر Text ومن ثم يمكننا نغير عليه نكتب مثلا محمد هكذا تضغط عليه مرتين ثم تذهب هنا على اليمين وتختار الفونت الذي تريد يمكننا نكبر Text هنا من هنا نسحب هكذا في الأعلى يمكننا أننا نكتب الرقم الذي نريد كذلك يمكن بعد الكلمات عن بعض بعض الحروف ومن هنا جعلها طويلة وقصيرة وهكذا هذا هو Text Tool ثم نذهب على Rotate Tool والتي تساعدك على تدوير Text وهكذا كما ترى يمكن أنك تدور Text بالشكل الذي تريد مثلا إذا ضغطت على Alt وذهبت هنا على Tool في الأعلى ثم ضغط على Alt وأسحب سيعطيني نسخة ثانية وثالثة ورابعة هكذا لكن يمكن أنك تسحبها فوق بعض هكذا ثم نضغط على Rotating Tool جددا ثم نسحب تلك العلامة هكذا حتى نقوم بوضع نسخة أخرى في الواجهة الأخرى أولا نعمل هكذا سيركل ثم نأتي بالثالث نضع نفس الشيء فوق الحرف الموالي نضع على Rotating Tool أيضا ونسحب في الأعلى هكذا حتى نقوم برسم دائرة هكذا متوازية بالحروف تريد الشكل الذي تريد نحذف كل شيء هكذا نذهب على أدوات أيضا هذه الممسحة إذا كنت مثلا ترسم وأخطاط وتريد مسح يمكن تذهب على Erase Tool وتمسح الشكل الذي لا تريده هكذا فتذهب تلك الخطوط هما ضغط على Command حتى نعود من الأول هكذا هذه Eye Drop نفس الشيء إذا كان لدينا مثلا مستطيل إذا كان لدينا شكل معين Rectangle ثم لدينا Rectangle ثاني لكن Rectangle الثاني مثلا نغير عليه اللون بالذهاب هنا على Feel ونجعل اللون مثلا أصفر ثم كنت تعمل مثلا في هذا التصميم وأردت أن تجعل هذا الشكل لديه نفس لون الشكل الأول فمجرد أنك تضغط على Eye Drop Tool مثلا تختار أولا الشكل ثم تضغط على Eye Drive Tool أو تضغط على الشكل الثاني يتحول نفس اللون في الشكل الآخر حتى يتمكن من جعل الألوان متناسقة حتى لا تذهب هنا وتحصل على الكود وغيرها من كما ترى هنا كواد كثيرة فيمكنك أنك تتحفظها وغير ذلك فمجرد أنك تضع Eye Drop Tool تساعدك على وضع الألوان وهناك أداة الCrop Tool هنا يا Abroad Artboard Tool والتي يمكنك من خلالها عندما تضغط على Artboard سيعطيك تحديد الشكل الذي تريد ثم يمكن أنك تغير المقاس تجعله أصغر أو أكبر أو كبير وبالتالي تحصل على المقاس الذي تريدها بمجرد ضغط على Artboard أي Artboard أنت تريد العمل عليها تضغط هنا فتحددها لك وثم تغير عليها ما شئت وهناك أيضا أداة التكبير هنا موجودة تضغط عليها تكبر لك عندما تضغط على شكل ما يكبر لك ذلك الشكل حتى تراه بشكل أفضل أو أنك تضغط على Alt وتسحب بعجلة الفأرة هكذا إلى الأعلى والأسفل حتى تتمكن من تكبير الشكل لرؤيته بشكل جديد أوكي الآن عرفنا المبادئ عرفنا بعض الأدوات التي يمكن أنك تستخدمها بسرعة هنا على اليمين بسرعة Layers في أي شيء تضعه على هذه اللوحات مثلاً سيظهر داخل هذه Layers بالتالي يمكننا إخفاء أو إظهار هذه الأشكال بالشكل الذي نريد ويرضنا التعديل على شكل معين وحده ونضغط على Layers هذا الذي نريد تخير عليه هذه كلها ستظهر هنا أي شيء تضعه هنا سيكون له Layers خاص به يتمكن من حذفه أو التعديل عليه لاحقاً أوكي الآن تعرفنا على المبادئ وبعض الأدوات هنا بسرعة الشيء الذي نريد أريكم هو كيفية استخراج الملفات لأنك إذا استخرجت الملف فقط إذا ضغطت على هنا Export وقلت بالضغط على Export As وقمت بوضع الاسم هنا فقط وضغطت على Export فإنك ستخرج كل هذه الثلاث ملفات هنا أوكي مثلاً إذا رسمت رسم معين سأقول لكم شيء إذا ضغطنا هنا على Text وكتبت مثلاً اسم محمد وأريد طبعه على ثلاث في ثلاث قياسات فقط أني أقوم الضغط على Alt وأسحب هكذا في الشكل الثاني والشكل الثالث هكذا وأصغر هذا التكست كما ترى وبالتالي يمكنني أن نستخرج ثلاث قياسات بسرعة مثلاً إذا أردت طباعة هذا في تي شرط وهودي وغلاف إي بوك فبمجرد أني أذهب هنا على File ثم Export ثم Export As ثم أختار مثلاً أقول أني سأستخرج أولاً تي شرط نكتب تي شرط ثم نضغط المكان الذي يريد استخراج الملف فيه ثم نضغط على Use Art Board هنا أتأكد من أنه PNG إذا أردتوا يكون شفاف خلفية شفافة ونضغط على Use Art Board وأختار هنا Range كما ترى هنا سيستخرج لك كل شيء إذا ضغطت واحد إلى ثلاثة يعني كلها أما إذا ضغطت واحد فقط فسيعطيك الأرت بورد الأول هنا فقط وبالتالي أنا هذا ما أريد T-shirt .png وأضغط على Export كما ترى استخرج لي فقط الشكل الأول هنا يمكنك أنك تضع خلفية White أو Black لكن أنا سأريدها Transparent وهنا سأختار 300 PPI حتى يتمكن من أمازون من قبولها وبالتالي أضغط على Interlected ومن ثم أضغط على OK أضغط على OK وسيقوم بحفظ ذلك الملف في الداسكتوب نفس الشيء تعمل في الأشكال الأخرى أنك تضغط File Export وتكتب في Use Art Board تختار الثاني إذا أردت استخراج الملف الثاني والثالث على بنفس الطريقة وبالتالي نكون قد أكملنا هذا الشرح الخاص بالإلستريتر سريعاً إن شاء الله تكون استفدت منه وإن شاء الله تكون هذه الأدوات تساعدك في تصميمك الخاصة وسنراكم إن شاء الله في حلقة مقبلة في موضوع جديد إن شاء الله لذلك لا تنسى الاشتراك ومشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة أراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته